في مدارس ما هي مدارس استيم المدارس دي يعني حاجة كده الكريمة بتاعة لولدنا بعد الاعدادية لازم يجيب مجموعة ضخمة مجموعة كبيرة يعني كلمة استيم لح تسعى حد يفتكرها أجنابي ولا حاجة لا دي اختصار للمدارس المتفوقين بيخشوا هذه المدارس المتفوقين دايما في العلوم والراضيات والحاجات اللي زيدي فبيلتحكم مدارس استيم والوزارة ويكون لازم يكون فيه المجموعة بتاعه مجموعة محترب يعني تقريبا 276 من 280 277 من 280 وهكذا تمشي المسألة في هذا الاطار وده جاي بدرجات نهائية في بعض المواد والحاجات دي بقى مدارس استيم دي يعني أنا ما كنتش عارفها لأول الحقيقة بس لما أحد أولياء الأمور كلمتنا والحقيقة قلنا لازم إلا محمد سامي تابع الأمر فالراجل برضو عنده فكرة بيافة تابع وهو الأخر هو كده فكنت بتكلم مع زملائي إبراهيم الطيب وهو محمد سامي قبل الهوى فشرحنا الموقف عرضنا ومليوا مشكلة تقريبا في محافظة الفيوم في مدرسة في محافظة الفيوم بقولوا إن المدارس دي مستوها مش تمام والمفروض إنه طلاب الفيوم بيروح بني سورف يعني الطالب يعني الطلاب بتوعل الفيوم لما كانوا عايزين ألتحكم مدارس استيم دي كان بيروح بني سورف فاتعمل لهم مدرسة خاصة بيهم في الفيوم أولياء الأمور أو بعد أولياء اللي بيروح في الفيوم بقولوا المدرسة مش على المستوى طيب هل تتصلتوا بالوزارة يا شباب وشفت الدنيا مشت زي الدكتورة عزيزة محمد القام بالاشراف على زين مدرس في الفيوم مش كده وقالت خليهم يقابلون الأهالي بيقولوا إحنا بقى نساء سنة بنتواصل معهم طيب ممكن يا 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 أهالينا اللي على رأسنا وعلى المغني من فوق ممكن نخلي هذا الموضوع ونبقى شراكاء مع حضراتكم يعني نتابع من قريب كده مع حضراتكم هذا الأمر هذا الأسبوع يعني دي الشكوى جات لنا شو بصوا المكان عامل إزاي ده مدرسة في الجزيرة في الفيوم صح يا شباب ده صورة المقارنة بقى الأماكن التانية بقى شوفوا في قفر الشيخ بقى المدرسة عاملت إزاي هما بقى أولياء الأمور بيقولوا إنه لا وهي طبعة الدولة والله يا دي يا جدعان أنا كل شوية أكتشف الدولة بتعمل حاجات في منطقة العظمة زي موضوع المدارس والمدارس الصناعة الفنية لما روحنا مدرسة الدهب وروحنا مدرسة غبور وروحنا مدرسة السويدي الحاجات العظيمة دي ما هي دي الدولة ما هي ده الدولة الحاجات دك إنت إنت متخيل إن سبعين في المئة ولا تبانين في المئة من مناهج بتاعة إحنا بنتكلم مع أولياء الأمور أنا عارف إن حضراتكم بعتلي أكتر من رسالة على الواتساب أنا والله ما عندي مشكلة هتابع مع حضراتكم عن قرب أنا وزملائي دكتور رضح جازي برضو معلش من انت نهاردة أنا عارف إن حضراتك النهاردة حضراتك النهاردة مع اللواء طير الشريف النهاردة في اسكندرية وكنت بتشوفه مشكلة اسكندرية فمعلش شهيد تنصة اللواء بحمد طير الشريف فإن شاء الله بإذن الله لو نتابع مع حضرتك نتابع مع أولياء الأمور ودكتور الأنصاري بحافظة فيريوم برضو نتواصل مع حضرتك أنا هتواصل للاسبوع الجاي بإذن الله مع الأطراف دي كلها والأستاذ عزيزة محمد هنكلمها وأنا شخصيا مع زملائي هتابع في الموضوع وكلمة أنا شخصيا ده حاجة عظيمة لو تعلمون لكن فكرة أنه تشتغل الصحافة هو دي اللي احنا عايزين شغل صحافة مش شغل برامج شغل صحافة أنه الأطراف كلها فأتمنى بكل احترام وتقدير أنه الأمر ده يتحل بإذن الله وإحنا خدام خدام المواطن يعني إحنا خادمين للمواطن وحتشوفوا بعد الفاصل على طول هتشوفوا في مجموعة شكاوى وصلتنا المهاردة وهو الأخر لكن المتابعة تاني معلشان برضو يا فندم والله هنتابع بس برضو لا هنتابع معلش هتسبيت عقل برضو والواتساب محدش بقى لا هنحل يا فندم هنحل وإن شاء الله هنشوف وأنا وزملائي كلكو على والدكتورة الرضح جازي احنا واسكين فيك يا فندم واسكين في حضرتك جدا واسكين في كل المعنيين بهذا الأمر يعني فإن شاء الله بإذن الله يبقى الأسبوع الجاي لينا كلام في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر